جبت لكم الحل للبطاطس اللي بتتحرق معنا في الزيت او البطاطس اللي اه مش بتاعة الالية اللي اول ما بنحمرها بتتحرق من غير ما تستيوته بانية من جوه. هنعملها بخط رخصة جدا. يلا بيننا نبدأ الفيديو هنجيب حلة عن نور بتغلي زي ما انتم شايفين هحط ايضا معلقتين كبار خلي كده. معلقة ملح. وممكن نحط كمان لمونة او ملح لمون. هيدينا كده مزازة زي الشبسي بالزبط. هنكون غسلين البطاطس ومقشرينها وغسلينها كويس ومقطعينها صوابع بس الصوابع بتاعتها تكون تخينها سيكة مش رفاية عقاوية عشان ما مش تتهري. هنزل بالبطاطس كده. في الماء المغلية. هديها غلوة لمدة خمس دقايق مش اكتر من كده. وبعد ما طلحها بعد ما غليها خمس دقايق. هقول لكم هعمل فيها ايه? بعد ما زبتها خمس دقايق. اه طبعا انا جابة مية ساعة جدا. ممكن تحطي فيها مكعبات تلج طبعا عشان توقفي سوى البطاطس. لازم تحطيها في مية ساعة او مية تكون ملحنا فيها على اقل حاجة. تسيبها تبرد وبعد كده تنزليها في زيت سخن. ويكون غزير. هحطها في الزيت السخن زي ما انتم شايفين كده يكون غزير طبعا نحطها بالنصف عشان ما تتلساش او يجرولك اي حاجة وبالراحة خلص عشان الزيت ما يلسعكيش. اول ما تاخد لون دهبي كده هنطلحها. وهتكون بتقرمش معينا وهتكون جميلة جدا. اه حلة بسيطة اوي 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 لو عجبك الفيديو بقى ما انتش تعملي اللايك وتشتركه في القناة وتفعلي زر الجرس. عشان يوصلك مني كل جديد. البطس كده بعد ما اخدت لون بقلبها. هبدأ اصافيها بقى بالمصفة. هصافيها بمصفة زيت وهطلحها على ملدي المطبخ. الافضل يعني تاخد الزيت اللي موجود فيها كله. طبعا هي مش هتشرب زيت بالطريقة دي. وهتستوي منينا مش هتاخد منينا عشر دقيق كله على بعضه. هتاخدوا اللون الجميل دوت. مش هتتحارق وهتكون بتقرمش وجميلة جدا. وطرية من جوه وبتقرمش من بره وحلوة. ده شكل البطوس بتاعتنا بعد ما طلعناه من زيت شايفين قد ايه طرية من جوه وبتقرمش من بره وجميلة جدا. طبعا حابة اواريكي صوت القرمشة لكن اه انا كاتمة الصوت بس اجربيها وبتبيلي في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اشتركوا في القناة